اشتركوا في القناة وقال سعادة الوضوح إلى المبنى القديم الذي تم بنائه في القرن الماضي عندما تم الاعتراف به كمطار رئيسي لمملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي كما يهدف أيضا إلى تحويله إلى مبنى للمسافرين للطيران الخاص وقال سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن شركة مطار البحرين قد حرصت من خلال هذه الاتفاقية على أن يحتفظ المبنى الجديد بطابعه التقليدي الذي عرف به منذ ستينيات القرن الماضي وتحويله إلى مبنى لطيران الخاص وفقا لأحدث المعايير العالمية وهو ما من شأنه أن يسهم في الارتقاء بقطاع الطيران الخاص في المملكة أعلنت بورصة البحرين أنه اعتبار من يوم الأحد الموافق الثالث من نوفمبر 2019 وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم 19 بحجم يبلغ 185 مليون دينار بحريني والذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين ومن ثم تدوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه والذي من المتوقع أن يتم بتاريخ 24 نوفمبر الجري ويبلغ حجم الإصدار 185 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسهم أو للسند في حين تبلغ مدة الإصدار خمس سنوات ويبلغ العائد الثابت أربعة بالمئة سنويا أقام الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية مهرجان البحرين العالمي للإبداع والابتكار تحت شعار تذوق والموسيقى تحت رعاية معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة حيث يسعى إلى تسليط الضوء على كافة تجارب ناجحة في هذا المجال المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي للزميلة خاولة الإجنوينس تحفيزاً للابتكار والإبداع وخلق أفاق رحبة لدافئة المرأة والشباب لتكون لهم بصمة واضحة في عالم ريادة الأعمال أقام الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية مهرجانه الثاني بمشاركة عدد من رواد الأعمال في مختلف المجالات دعم رواد الأعمال والاستثمار في الشباب لذلك اليوم الإقبال على الورش والتدريب والقائمين عليها أصبحوا في مجال الوقت والمكان المتاح لهم لإقامة الورش والاستفادة من الخبرات والطاقات اللي عندهم ارتدت من أربع سنين مع الشيخة هندي رئيسة الاتحاد العالمي البحريني في تدريب وعمل ورشات تدريب للمرأة في مثل خزف في صنع الذهب في أشياء كثيرة تدريبها ويكون عندهم صاروا منهم أربع سنين هذا ويد مهم لأنه طبعا هو اتحاد عالمي ويساعد على المرأة في التدريب وتمويلها مهنيا هذا الحدث في موسمه الثاني أصبح ملتقا مهما لرواد الأعمال الشباب سواء من أصحاب المشاريع الراغبين بالارتقاء بمشاريعهم إلى فاق أرحب أو من الشباب الطامح لدخول مجال ريادة الأعمال مؤخرا جات رسالة جديدة أنه هو الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن وكان لنا دور في البحرين وأسسنا الاتحاد اللي هو راعي هذا المهرجان وهذا المهرجان تركيزه على رواد الأعمال وإقامة حاضنات اقتصادية لهم على أساس تأهيلهم وتدريبهم وأعدادهم لسوق العمل وطبعا هذي بين قوسين يكون الاستثمار في الشباب اتحاد العالمي لسيدات الأعمال والمهن أهميته بهالتشابك يلي بيعملوا بين البلدين وللشباب لأنه نحن من أمن أنه الشباب فيهم استمرارية لهالمنظمة يلي عمرها 89 سنة بس أهمية دور مهرجان البحرين عنده نكهة خاصة بهالروح يلي بتجمع أكبر عدد ممكن من الدول ولا تجي تحضره لا تجي تكتشف الإبداع يلي موجود عند المرأة البحرينية واختها المرأة العربية والأجنبية وخاصة هلأ عند الشباب الإضافات الجديدة لهذا المهرجان عن سابقه تكمن في زيادة عدد الورش التدريبية للاستفادة من خبرات مدربين عالميين من خارج المملكة يسعى هذا المهرجان إلى الاستثمار في المرأة والشباب وسقل خبراتهم من خلال مجموعة من المدربين المؤهلين لتطوير أعمالهم ولتحسين أنشطتهم لتهيئتهم إلى خوض سوق العمل بجودة عالية خلالي جرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ونتابع الآن سعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية أعلنت هيئة سوق المالية السعودية موافقتها على طلب الشركة النفط السعودية أرامكو تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام على أن يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب وقالت الهيئة إن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر للاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطاتها وإدارتها وحسب بيان للهيئة فإن موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة ستة أشر من تاريخ قرار هيئة السوق المالية بما تعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة وأكدت أرامكو أنه يحق لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الأجانب المقيمين في السعودية الاكتتاب على هذه الأسهم ويتمكن المساهمون من المشاركة من جميع الفئات إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلمة كما أعلن رئيس ماجلس إدارة أرامكو رياسل رميان موفقة هيئة السوق المالية السعودية على الاكتتاب وقال في المؤتمر الصحفي الرسمي حول تفاصيل الاكتتاب العام إن طرح أرامكو في تداول دليل على قدرة وعمق الأسواق المحلية وإما فيما يتعلق بالإدراج خارج السوق السعودية فأجاب الرميان أن اتخاذ القرار بخصوص الإدراج خارج تداول سيتم في الوقت المناسب وأعلنت شركة أرامكو إطلاق نظام حوافز للسعوديين لتضمن منح أسهم مجانية ضمن ضوابط محددة وتوقع الرميان إقبالا كثيفا من صندوق السيادية والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية على الاكتتاب وكشف عن نسب استثمار صندوق الاستثمارات العامة داخل وخارج المملكة وقال أن حجم صندوق أو حج صندوق الاستثمارات العامة الآن أكثر من 30 أو 300 مليار دولار وبحسب الرميان من المستهدف الوصول بحجم صندوق الاستثمارات العامة إلى 2 تريليون دولار في عام 2030 ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر أنه سيتم إعلان نشرة إصدار أرامكو يوم التاسع من نوفمبر 2019 وأكد الناصر أن شركة أرامكو تتمتع بموقف مالي قوي وتدفقات نقدية هي الأفضل عالميا بفضل قلة التكلفة وأوضح الناصر أن الاكتتابة يمنح المواطنين والمستثمرين الحق في الامتلاك المباشر لجزء قيم من أرامكو التي تعتبر أكبر شركة متكاملة في العالم للنفط الخامي والغاز أعرفوني اليوم أن أعلن عن نية أرامكو السعودية للطرح العام الأول في السوق المالي السعودية تداول لتكون إذانا ببدء مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ الشركة لا شك أن رؤيتنا تتمثل في أن تصبح أرامكو السعودية أكبر شركة متكاملة للطاقة والكيميائيات في العالم ونحن نسعى دوما للعمل وفقا لمنظومة تشغيلية آمنة ومستدامة وموثوقة فاليوم ننتج تقريبا واحدا من كل ثمانية براميل نفط خام على مستوى العالم ونتميز بأننا أحد المنتجين الأقل تكلفة والأعلى موثوقية والأدنى في مستوى الانبعاثات الكربونية ونسعى لخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمين عبر المحافظة على موقعنا المتفوق في إنتاج النفط الخام والغاز كما نسعى لتنمية أعمالنا بشكل مربح بالحصول على قيمة إضافية عبر تكامل سلسلة القيمة للموارد الهيدروكربونية وتتميز أرامك السعودية بحمد الله بقدرتها في الأداء التشغيلي والانضباط المالي وبمركزها المالي القوي والمرن والشركة عازمة على مواصلة تقديم القيمة لعملائها وشركائها ومساهمها الرئيس ممثلا في حكومة المملكة وقريبا لمساهميها الجدد بإذن الله أخواني وأخواتي هذه اللحظة تشكل تحولا تاريخيا في مسيرة أرامك السعودية ولدي الثقة في مستقبل أرامك السعودية كشركة مدرجة في سوق الأسهم بعد طرح أسهمها للتداول العام شعورنا بالفخر والاعتزاز كبير جدا بما حققته أرامك السعودية من إنجازات وكلنا حماس وتفاؤل بالمستقبل الذي نبدأه الآن نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل جوجل تعلن عن توصلها لاتفاق تستحوذ بمجبه على الشركة فيتبت بقيمة 2.1 مليار دولار أعلن المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي لاري كودلو أن المفاوضات بشأن اتفاق تجاري جزئي مع صين والذي أشار إليه دونالد ترامب مسبقا قد أحرز تقدما هائلا ولكنه لم ينتهي وسبق أن تحدث ترامب عن اتفاق المرحلة الأولى في 11 أكتوبر بحضور كبير المفاوضين الأمريكيين ويشمل اتفاق المرحلة الأولى بحسب تفاصيل محدودة كشفها ترامب شراء منتجات زراعية بقيمة تتروح بين 40 و50 مليار دولار سنويا مقابل تراجع ترامب عن رسوم جمركية عقابية على 250 مليار دولار من صادرات الصينية للولايات المتحدة كان يفترض أن تدخل حيز تنفيذ منتصف أكتوبر ويشمل التفاهم 11 من أكتوبر كذلك جوانب تتعلق بالملكية الفكرية والخدمات المالية الصينية وسعر الصرف اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق بريكزيت الذي تتفاوض بشأنه أو تفاوض بشأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي يعتبره أنه لا يتيح لبريطانيا عقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وذلك في اتصال مع نايجل فاراج مؤسس حزب بريكزيت عبر إذاعة الالبيسي البريطانية وقال ترامب أنه مع هذا الاتفاق لا يمكن إقامة علاقات تجارية ولا يمكنهم إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا على الرغم من ذلك فقد وعد ترامب في وقت سابق بالتوصل مع لندن إلى اتفاق رائع في الخبر الأخير أعلنت شركة فيتبيت عن توصلها لاتفاق مع شركة جوجل تستحوذ بمجبه الأخيرة على الشركة فيتبيت الأمريكية المتخصصة في المنتجات الرياضية القابلة للارتداء نظير ما يقرب 2.1 مليار دولار وأوضح بيان فيتبيت أن جوجل ستدفع 7.35 دولار أمريكي لكل سهم وأشار إلى أنه من المتوقع انهاء الصفقة العام المقبل بعد الحصول على موافقة حملة الأسهم وأيضا الجهات الحكومية المسؤولة وإشار إلى أن أسهم فيتبيت قفزت بنسبة 16% تقريباً بعد الإعلان عن الصفقة كما ارتفعت أسهم ألفابيت الشركة القابضة لشركة جوجل بنسبة 0.8% المئة